السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن نسلا ومعنا وقلو لكم مرحبا بكم في قناة شو بيردي زاد قناة اللي غادي نتكلموا على هذا الاتحادية اتحادية اتحادية ليس أشخاص ولا اتحادية تسيير اتحادية تسيير اتحادية اللي لازم احنا رانا كما يقول لك رانا مناصرين تعفارق وطني جزائري نمرضه على المنتخب الوطني الجزائري المنتخب الوطني الجزائري هو البرمانkorj تعريف رأي أن يعطيني النشاط هو البرمان dicht نتائج على المنتخب الوطني هي الدواء هذا أوعي فرص ما ننتجو مع الانتائج حتى ندخله في حيط وينثق وانتكلم تحدث ولم يتكلم لماذا يصر على السكوت السؤال قد يطرح للرأي العام الرياضي بعدما أخذ المبادرة لدارها جماب الماضي الذي أثبت أنه يجيد التدريب في الميدان ويحسن الحديث في الندوات أيضا ويدافع على رئيس اتحادية غير شرعي ويدافع على فارادو فعندما يصر الرئيس الفاف على اختفاء وراء الناخب ويدلي بالتصريحات وش يتكلم بالماضي يتكلم هو فالأكيد أنه تحدث ولم يتكلم وعندما يصاب رئيس الفاف بالكسل اللساني ويعجز حتى عن إيجاد كلمات في قاموس قاموسه الخاص ويكرر مصطلحات تلفظة بها أن المدرب المنتخب الوطني مثلا وإن الفتنة فهو تحدث ولم يتكلم وإن شنا تكلم وش تكلم جامع بالماضي برك عندما ينتظر زدشي حتى يفتح بالماضي ميلف إبعاده عن تكريم الدولة بعد عودة الخضر من القاهرة متوجين بالكسل وهو تحدث ولم يتكلم شناش حنا خرج تكلم عن قضية تاعه لا دافع على روحه لا شناش مح الله شناش شناش لتكلم تكلم جامع بالماضي وما عندوش الحق جامع بالماضي بش يدخل في الإدارة عندك كثيرة عندك كثيرة وعندك جمهور مورك الشعب الجزائري قا يعلم زتشي كيفاش جاء الاتحادية بلي بريب جيدا فعليه انت ابغي غينتا ما ترييش على الناس بش يبغوه هذه بش نقولها لك أبو الماضي عندما يكتفي رئيس الفاف بذكر القارة التي ينتمي إليها المنافس الخضر في ودية شهر القادم في الوقت الذي أفصح المدرب رفاقاء محرز عن اسم المنتخب البرازيلي ويتحاشى الحديث عن إخفاقات وإيجاد منافس للخضر في ودية ما تكلمش على المقابلة كيف ألغيت تعدد السيك سبتمبر فهو تحدث ولم يتكلم قاد كالليدير المعنى المابرك عندما يدلي رئيس الاتحادية في قصد داليبراهيم بقول أن بالماضي فضل التفرع لإشراف على المنتخب الأول وطرك المحليين فهو مكتفي بتفسير الماء بالماء وهو متحدث دون متكلم عندما يقول خير الدين ستشي بأنه عندما دخل الفاف كان الحديث منصب على كل شيء إلا كرة القدم فنقول له وكيف لا يكون الأمر كذلك والكل يعلم بأن ما جئك لم يكن رياضي ولا من من قبل وما كنتش مقبول من طرف الرياضيين بل تعيين من قبل السياسيين فكيف نتحدث عن كرة والسياسة هي التي فرضتك على أهل الكرة عندما يقول خير الدين ستشي بأنه جاء من الميدان الرياضة وكرة القدم وليس رجل سياسي نقول له ولماذا وضعت يدك في يد رجل سياسي عندما صعت لسلم قصد دال إبراهيم ولم تترك رجال الرياضة يتكلمون عنك ويعطوك هذا المنصب الحساس على بنا يهدر معك ساعد وساعد وحدد وضر وكرة تقيس في الهضراء وصحابك يقيس في الهضراء قصر المرادية ويقول أنه يجهل السبب فنقول له لقد أقصارك السياسي وهو نفس الذي أقصى غيرك عندما قلعوا صاحبك بدان وقلعوهم قلعوهم قلعوهم أو ما قلعوهم ماشي جميع خدش أنا ما واحد يستاقيل يكون قاضب منصب في الدولة ويستاقيل ما تدخل شراست استقال هذه وعندما يكذب علينا زاتشي بأنه ورصة وضعية كارثية لكرة القادمة الجزائرية نقول له وماذا فعلت لتصحح ذلك وضعية الكارثية التي ما زلنا نتخبط فيها إلى يومنا بل وإلى الغد فلا التحكيم صالح ولا أندية رأت النور والمخرج من نافق المظلم ولا ملاعب جهزة ولا مستوى ارتفع ولا منتخبات الفئات الصغرى تأهلت إلى الأدوار النهائية القارية بل ولا حتى المكتب الفيدرالي تمكن من عقد اجتماع واحد بكامل أعضائعي لقد 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 اجتماع وكان لقد مكتب مكتب وكان حيث الفئات الصغرى تأهلت لقد 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 وصلنا لقد اقتصاد وارجل محلي هينفانك عندما يقول رئيس الفاف بانه يحب الكرة وتمسك بمنصبه رغبة منه في مواصلة المشاريع التي بدأها فنقول له عن اي مشروع تتحدث والكرة الجزائرية المحلية ما تزال تتخبط في مشاكل الاندية المتدينة بالدليل بالدليل والتغيير انطلاق الموسم الكروي بتأجيلات وبإضراب اللعابين وإفلاس الاندية وبتغيير المدربين وبهجرة جماعية للعابين المحليين إلى الجارة تونس في سابقة خاطرة لم تشاهد عمرنا لشنها وعمرنا شفتر كرة القدم الجزائرية منذ 1962 أنا قلت لكم بالكاين تخطيط أو كاين تخطيط هذا التخطيط ما ذهمناهش اللي هجرت على اللعابين الباوحدة حل بيبان ادمر باتبان قاعدين باتبان إن شاء الله بربي عندما يقول رئيس الفاف بأن بالماضي لعب دول كبير في تتويج الخضر بالكان والتعليق النجمة الثانية نقول له قف فأنت لم تقول الحقيقة الكل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة فبالماضي لم يلعب دور كبير في تتويج بكل بالكان وهو دور دورة برمتها بالرغم النقائص التي أمضيتها بتواجدكم في المحيط عندما يكشف رئيس الفيدرالية نفسه ويفضع أنه فكر في الاستقالة وترجع عن ذلك فهو يكذب تكذيبه السابق يكذب تكذيبه السابق الذي حمله أحد بالنيابته تماماً مثلما حدث في السابق مع هو وان فانك مع مدان مع ابو الماضي عندما كذب ترحيل المناجر العام تكذيباً سورة وان تكذبت على السورة تعالعيد عيد الفتر وهنا نقول له تعلم هذه القاعدة البسيطة إن تكذب إن تكذب تكذيبك وهو تأكيد للمعلومة لا غير فمتى تتحدث وتتكلم أيضاً ببراءة عندما يواصل في إيهام الرأي العام الرياضي بأنه قام بتحويل اهتمام إلى تطوير كرة القدم وهو من لم يحدث سابقاً على حد تعبيره فنقول له بأنه تشبط بتسلق الشجرة الكثيفة التي ساقها بالماضي وأشباله قد لا تنفعك بعد تساقط الأوراق ونحن على أبواب الخريف فالأندية الجزائرية مشاركة في مختلف المنافسات القرية والإقليمية وحدها من تحميك من تعري الفضائح التي ستتعرض لها مثل ما حدثت في المواسم السابقة فحاول أن تتحدث وتتكلم أيضاً وإلا بقى على مقولته سكوت حكمة انت تقاضب على السكوت حكمة وتقارع الرجال تدافع عليك في الماضي قد لا يهدش عن أندية ويدافع التسيير ويدافع عليك خطره وهذه السجرة ورانة في الخريف والورقة تتح والوراق والمنجر يهزك والورقة تتح وهذه السجرة تتح مكتا قادر في شط كل شيء ترجمة نانسي قنقر